وفاة شابة وإصابة عشرين شخص في حادث انقلاب حافلة النمسا تجدد التزامها بالأمن الدولي وتدعم حلاً عادلاً لأوكرانيا إيطاليا تنتقد تقييد النمسا لحركة المرور على الحدود ارتفاع معدل التضخم إلى 7.4% في أغسطس مجرية تطلق النار على نمساوية في سويسرا دون التفاصيل واحتقال شخص مرتبط بالكنيسة اعتدى جنسياً على أولاد مرحباً بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أبدأ انحراف حافلة تابعة لشركة فيكس بوس في قرية ميشل ستورف في مقاطعة كيرنتين صباح ثلثاء لوفاة شابة وإصابة 20 شخصاً آخرين ووقع الحادث المأساوي حين انزلقت الحافلة وانقلبت وكان على متنها 42 مسافراً من جنسيات مختلفة وقد لقيت شابة نمساوية تبلغ من العمر 19 عاماً حذفها على الفور وأصيبت أخرى بجروح خطيرة وتم نقل نحو 20 آخرين إلى المستشفى وقد وقع الحادث عند الساعة الرابع وال45 دقيقة صباحاً حيث اصطدمت الحافلة بجسر في ميشل ستورف وقالت الشرطة أن اختبار الكحول على السائق كان سلبي سترك وإم يعني حد أثناء معزلين ومغادرة كان سلبي محضورًا لعنده أجمع الحافلة بطة كم نحوة حلدي أجمع الحافلة بطاقة بصر في مكتابة ملايس من المتلزين من الهاتف عدد من المستشفى من تلديق الاندين توضيح من طرف الأنبياء سلوينيا وإطاليا ومع المستشفى أكدا وزيل الغرّجيات النمساوي أليكساندر شالينبرغ أن مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك توفى تتناول تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا وضرورة التواصل مع دول الجنوب وحسب بيان للخارجية سيتحدث شالينبرغ في خطابه عن أهمية الأمن الدولي والتمسك العالمي مشددا على التعددية في التفاعل بين الأمم وسيلتقي بزملائه من دول أفريقيا وأسيا وسيشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي ويدعم أي مبادرة تسهم في تحقيق سلام عادل ودائم للشعب الأوكراني انتقد وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني تجديد النمسا في تفتيش المركبات القادمة من إيطاليا على الحدود معتبرا ذلك انتهاكا للتضامن الأوروبي وحذر سالفيني من تأثير الإجراءات على معبر برينا وقال إنها قد تجعل الوضع المروري أكثر خطورة ودعا فينا إلى تقديم الدعم في البحر الأبيض المتوسط بدلا من تجديد الرقابة على الحدود وكان قد وصل 11 ألف مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الأسبوع الماضي ووفقا لشرطة تيرول لم تسجل زيادة في أعداد الهجرة عند الحدود مع إيطاليا حسب ما أكده مدير شرطة الولاية هلموت تومك ارتفع التضخم إلى 7.4% في أغسطس مقارنة ب7% في يوليو حسب ما كشفته هيئة الإحصاءات النمساوية الرسمية وارتفع المعدل بسبب زيادة أسعار الوقود على الرغم من تراجع أسعار المواد الغذائية بالنسبة 9.8% إلى أن المعدل لا يزال مرتفعا وارتفع سعر سلة المشتريات الصغيرة بالنسبة 9.3% لما ارتفعت الإجارات بالنسبة 9% وزاد تكاليف التشغيل بالنسبة 7% وزادت الأسعار في المطاعم والفنادق بمعدل 12% وقال توبيس توماس المدير العام للإحصاءات تاهم ارتفاع أسعار الطاقة والمطاعم بالحفاظ على المعدل المرتفع توفيا نمساوية يبلغ من العمر 43 عاما في دوبولساو بسويسرا بعد أن أطلقت مجرية النار عليه داخل شقته وأصيب الرجل بجروح خطيرة أدت لوفاته لما اعتقلت الشرطة المشتبه بها وهي امرأة مجرية تبلغ من العمر 38 عاما وتقول الشرطة إن الظروف الدقيقة للحادث وعلاقة الشخصين هي طور التحقيقات وقد شاركت شرطة سانتيقالن بقوة كبيرة في العملية وقد تم فتح إجراءات جنائية بأمر من النائب العام في سانتيقالن اعتقلت السلطات في النمسا السفلى رجل متهم باحتداءات جنسية على أولاد القاصرين حيث ينتمي الرجل إلى جماعة كنسية وتم اعتقال المشتبه به في نهاية أغسطس ووضعه في الاعتقال الاحتياطي وتجرى التحقيقات التي من المتوقع انتهاءها قريبا كما لم تكشف السلطات عن باقي التفاصيل حفاظا على حقوق الضحايا ويزعم أن المشتبه به دع الأولاد إلى منزله ثم اعتدى عليهم المتهم ينتمي إلى جماعة كنسية وهناك معلومات تشير إلى أنه لا يوجد طلاب بين الجماعة والاحتداءات المسعومة كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بوثينا سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة